أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل بشكل مستمر على إتاحة مزيد من التسيرات والحوافز التي من شأنها أن تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف تخصيص الأراضي المقرر إقامة مشروعات إنتاج الهايدروجين الأغدر عليها حيث واجه رئيس الوزراء بسرعة قيام المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة باتخاذ إجراءات تسهم في التقديد بشكل نهائي للأراضي المقترحة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهايدروجين الأغدر عليها